أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليهود وراء الحروب والفتن يقول الله تبارك وتعالى أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظَّمُونَ فَتِيلًا ننظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَا أُولَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا إلى آخر الآيات أَلَمْ تَرَ يَا مُحَمَّدْ وَيَا مَنْ آمَنَ بِمُحَمَّدْ أَلَمْ يَنْتَهِ إِلَى عِلْمِكَ الْيَهُودِ الَّذِينَ يَمْدَحُونَ أَنْفُسَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالدِّينِ وَالْأَفْعَالِ الْحَسَنَةِ والظاهر الله الآن حتى الآن المجتمع الدولي إنهم الجماعة الديمقراطيين يسيرون على الحق والخير والاستقامة وإلى آخره وهم أخبث من الشيطان وهم المفسدون في القرض إذن هم يتكبرون على الناس ويتصنعون بأنهم هم أهل الحضارة وأهل الإنسانية وهل كذا والعياذ بالله تعالى يزعمون أنهم طاهرون من الشرك وهم كافرون فاسقون عصات بل الله الوحده المرجع في ذلك الله يعلم نوايا الناس وما في قلوبهم ويعلم سلوكهم فهو سبحانه وتعالى عالم بدقائق الأمور وغوامضها وإن الذين زكاهم الله وطحرهم من الشرك والكفر هم الذين لا يظلمون في الآخرة وينالون أجرهم ولا يظلمون بقدر الفتيل والفتيل قل ابن عباس الخيط في شق النوات نوات التمر بمنتصفه من أول النوات نوات عجوة التمر من أولها إلى آخرها في شق هذا الشق يسمى فتيل لا يظلمون بقدر هذا الفتيل بل يأخذون حقوقهم كاملة من أجورهم عند الله تبارك وتعالى قال الحسن البصري وقتاده نزلت هذه الآية ويقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزك من يشاء قال نزلت في اليهود والنصارى حين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه وفي قولهم كما قص الله علينا قولهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى يعني زعموا أن هن الكابر هن الصادقين هن على الحق هذول بدخل الجنة فالله تبارك وتعالى كذبهم وبيّن أن الذي يدخل الجنة هو المؤمن المخدص المطيع لله وليس المشرك فإذا دخل فيه الشرك لا يدخل الجنة بل يكون خالدا في النار سواء كان أصل يهودي أو نصراني أو حتى ادعى الإسلام إذا كان يشرك بالله ينقض شهادة التوحيد فهو خالد في النار وقال ابن عباس رضي الله عنهما يعني عنه وعن أبيه العباس قال في قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزك من يشاء قال ابن عباس وذلك أن اليهود قالوا إن أبناءنا توفوا وهم لنا قربة ويشفعون لنا ويزكوننا فأنزل يعني دخلوا الجن أولاد فأنزل الله قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزك من يشاء وهذه الآية أيها الإخوة وإن كانت قد نزلت في اليهود ولكن نصها عام وقال علماء التفسير وعلماء أصول الفقه العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب فكل نص إذا جاء بصيغة العموم فهو يشمل كل البشرية ولذلك قلت لكم من اليهود من النصارى من المسلمين إذا كان يزك نفسه ويعجب نفسه وأنه على خير وعلى الحق وهو في الواقع على الباطل ويسلق غير الطريق الحق التي أنزلها الله فهذا وليازو الله تعالى لا يفيده شيء عند الله بل الله يعلم من أمره وسيعاقبه على تصرفاته ولذلك أمر المسلمون بالتواضع وأمروا أن لا يكثروا من المدح روى في صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثوا في وجه المدحين التراب يعني إذا جاء واحد يمدحنا ويكثر في المدح نحثوا في وجهه التراب يعني نرش على وجه شوية تراب حتى نعلم أن خرقنا من هذه الأرض من غر حسن سبحانه دا يعرفه فكثير من الناس يا إخواني مثل ما قال القائل في النساء بقولهم حسناء والغوان يغرهن السناء ووحده لما يقول له واحد أنت ما في أحسن منك أنا ضيعت عقلي وأنا تصدق يكون عم يكذب عليها من أجل أن يصل إلى غرض نغراضها من أموالها من كذا إلى آخره فالعاقل ولو مدحه الناس يعرف حده ويتواضع لله أما الجاهل المغرور المتكبر عندما يمدحه مادح ينتفيش يصدق والله يمكن أنا صحيح أنا إنسان عظيم أنا كذا أنا ضايع بين الناس فيتكبر على الناس فديننا دين التواضع علماؤنا متواضعون أما الذين ترونهم ينتفشون ويتعاظمون فهؤلاء من مدح الناس له ومصدقونها قالوا له حجح ما تصدق أه شيخ 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 وحسب حالي الشيخ السقالين وقد يكون جاهل مثل حكيتنا الله رحمنا ويعلمنا وفي الصحيحين عن عبد الله ابن أبي بقرة عن أبيه أي الصحابة أبو بكر رحمة الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يثني على رجل يعني يثني عليه وأزاد عليه في السناء بمدحه في وجهه فقال ويحكه قطعت عنق صاحبك ثم قال إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسبه كذا ولا يزكي على الله أحدا أقول أنا أرى أن فلان رجل صالح أن فلان أهل علم أن فلان أهل التقوى فيما أعلم والله أعلم بنا جميعا أما يقول له ما في أعلم منك مثل ما قاله الرئيس في الله هذا قال له أنت تصلح رئيس للعالم كله إيه نعالم كله لك ياخدوا الرئيس ياخدوا العالم كله وخلصونا منه جيبونا رئيس من الحيوانات أحسن سأل الله العافية لأنه على الأقل نعرف شكيف نعيش فأنظروا إلى هذا الثناء ويمكن كمان هذا الرئيس هو صدق أنه كذا هو كذا وأبضحك عليه ولذلك بعض الناس يقولون عن هذا أمثال هؤلاء الرؤساء مجنينة دور فيهم خله قالوا له حج أحمد صدق رئيس رئيس للعالم كله خدور عالم الله يبارك له خلي زد عليهم حمام وإلى آخره أسأل الله العافية انظر اسمعوا هذا كلام الله انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا أعظم الآثام والذنوب الكذب وأعظم أنواع الكذب الكذب على الله نفتراء الله يعرف فلان فلماذا تعطيه أكثر من حجمه أرسل الله تبارك وتعالى عيسى نبيا ولم يرسله ابن الله بعث الله السيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ولم يبعثه إلها ولذلك في التشهد نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله نحب رسول الله ونثني عليه ولكن لا نزيد في الثناء على ما بين لنا الله فالشيعة منين دخلت للكفر من أنهم ازدادوا في مدحي وثناء على آل البيت أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نسوا الرسول يا حسين يا حسين ومحمد صلى الله عليه وسلم جد الحسين إيه هذا صار على الجنب خلفوه فنسوا محمد ونسوا رب محمد ونسوا أبو الحسن سيدنا علي رضي الله عنه واتبسكوا بالحسين الله عبوه ولم يخرجوا ولذلك المدح والثناء له حدود إذا وصل إلى الافتراء على الله ولياذب الله تعالى هذا أشدز وكف به إثما مبينا ثم تلتفت الآيات وتعود إلى أصل الموضوع وهم اليهود اليهود أهل الكذب والنفاق والدجل والذي تفرعت هذه الجرائم الكبرى منهم فنشروها في الأرض يقول سبحانه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب حظا من الكتاب وهو التوراة يؤمنون بالجبت والطاهوتي ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ما المقصود بالذين كفروا المشركين يقول عنهم أهدى من المؤمنين مع أنه في دينهم يزعمون أنهم على دين التوحيد وأن موسى أمرهم بأن يوحدوا الإله ويزعمون أن ربهم وإلههم يهوى فكيف يجعلون من يؤمن بالطاغوت والجبت أفضل من المؤمنين بالله وحده لا شريك له هذا دليل على كذبهم وافترائهم ليضلوا الناس ويوجهونهم الوجهة التي يريدونها وهي الوجهة إلى الحرب والقتال وإسالة الدماء فيفعلون هذا بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بدفعوا غيرهم وسنرى الآيات ما تدل وما هو سبب نزولها روية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابن عباس ومجاهد أنه قال الجبت السحر والطاغوت الشيطان وعن أبو العالي الجبت الشيطان وعنه أيضا الجبت الأصنام وقال مجاهد الجبت كعب بن الأشرف زعيم من زعماء اليهود لأن هذا يضل للناس وقال الجوهري إذن كلام اللغة العربية الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين يجمع هذه الأمور بدقة فيقول الجوهري في كتاب الصحاح كتاب في اللغة العربية الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك كل من ضل للناس يقال عنه جبت أما الطاغوت فهو مشتق من طغى يطغى أليس القرآن أنزله الله بلسان عربي مبين الطاغوت مشتق من طغى يطغى طغوا وطغيانا وطغى تجاوز الحد والطاغوت مبالغة في الطغيان فكل رأس في الضلال وكل معبودا من دون الله يطلق عليه في القرآن الطاغوت إذن هؤلاء اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت ويزعمون أنهم موحدون ويؤمنون بالإله وإلههم يهوى كذابون هم إيمانهم الحقيقي الذي يتبعونه ويطيعونه الضلال والفساد والطغيان كان المشركون بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتقدون أن اليهود أهل كتاب وعندهم علم فلما قدم الوفد اليهودي إلى مكة اسمعوا إلى سباب النزول هذه الآيات حتى تفهموها بشكلها الصحيح وتعلموا أن القرآن نزل أيضا على واقعنا عندما جاء الوفد اليهودي إلى مكة سألهم قريش المشركون من قريش سأل عنهم وعن محمد قالوا لهم نحن أفضل أم محمد نحن نعبد الأصنام والأوسان والثقب الجرائم وأما دين محمد الذي ثبت بالمعجزات والأدلة أنه دين الحق وأنزله الله سعادة للبشرية واليهود يعلمون ذلك جيدا فقد يقرؤون في كتبهم صفات محمد صلى الله عليه وسلم وأنه يبعث ثم يهاجل إلى منطقة فيها نخيل وهي المدينة المنورة يقرؤون هذا في كتبهم فطمسوه وسكتوا عنه ليضللوا الناس ويزعموا أن أهل الشرك أفضل من المسلمين ويثير المشركين لحرب المؤمنين يعني أجابهم المشركون إلى ذلك اتفقوا مع المشركين جاءوا مرتين أو ثلاثة وفودوا من اليهود وفودوا أول وثاني واتصلوا بالمشركين وفي الثالث ذهب إلى المشركين في قلب الجزيرة العربية في يحزب الأحزاب كل المشركين بدي يجمعوهم في وحدة عربية قومية عربية ممتازة بس إشياء القومية ضد الدين وضد الحق الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مثل وضعنا في القرن العشرين فذهبوا إلى الجوف وإلى الرياض وإلى ما تسمى الرياض الآن كان هذا اسم آخر هذا حزن وذهبوا إلى مكة موطن المشركين أساسيين الأعداء التقريديين لمحمد صلى الله عليه وسلم وصار يقول لهم أنتم أفضل من محمد دينكم أحسن من دين محمد واتفقوا معهم على أن يتجمعوا لحرب محمد ويساعدوهم في هذه الحرب ادفعوا لهم نصف تكاريف الحرب المشركون سعدوا في هذا ساعدوهم في الحرب ونحن الآن يقاتلنا المشركون بماذا؟ هل يساعدهم اليهود؟ لا لا وضعوا عميلا يقتلنا بأسلحتنا لا في حاجة يخسروا اليهود ولا أمريكا ولا روسيا وروسيا تدفع السلاح أيضا لأن السلاح الأبقاتلون فيه عبد خلاص خافوا بعد هذا فالعصن يقتل أو يهزم فيساعدونه ولكن يقبضون سمن الأسلحة وأشوفوا بعدين بي يمين عبد قبضهم اللي عبد ظاهر أنهم من أصدقائنا لأننا نحن أحيانا عم ننسى الله ونصادق غير الله فاليهود اتفقوا مع المشركين أن يدفعونهم تكاليف الحرب أو جزء كبير من تكاليف الحرب على أن يقاتلوا محمد وتجمع المشركون لأول مرة في عمرهم كان كل زعيم قبيلة ملك سلطان ما يسترضي للقبيلة الثانية يتقاتلوا كذا اتفقوا جميعا على قتال محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما اتفق العالم اليوم العربي والعجمي وكذا على محاربة ما يسمونه الإرهاب وأطلقوا على الإسلام الإرهاب وعلى المسلمين الإرهابين عكسوا الإرهاب الإرهاب معناه أن ترهب الناس من أجل أن تخضعهم هذا يفعله الكفار والحكام المتسلطون هم الإرهابيون ولكن يسمونهم ليسوا الإرهابين هؤلاء سوريويون مذر إيش إلى آخرين قلابيون أما الشعوب التي تريد أن تتحرر يطلقون عليهم اسم الإرهاب هذا الدجل الذي أشرت إليه وكررته مرارا حتى لا ينسى المؤمنون الدجل وعملية الدجل فيضيعون في هذه المعمة فاليهود جمعوا العرب لأول مرة في تاريخ حياتهم في الجزيرة العربية ولكن جمعوهم ما هو الهدف قتال المسلمين في المدينة المنورة حتى يستأصلهم وفعلا اجتمأ 12 أو 13 ألف مقاتل في ذاك الوقت أهل المدينة كلهم كان نساء ورجال 3000 فكان الهدف أن يستأصلوا محمد صلى الله عليه وسلم وكل من أمل مع محمد رجال ونساء وأطفال مثل ما يفعل الآن بعض الظلمة الذين يقتلوننا ويظنون ويقتلون الأطفال والنساء وكذا يظنون أنهم سيستأصلون شعفتنا وقلت في حلقة من الحلقات لن يفعلوا ذلك ولو متنا سيخرج من أبنائنا أو أبناء أبنائنا من يذيقهم سوء العذاب من أجل أعمالهم التي أفسدوا فيها في الأرض لا انتقاما ولا ظلما ولكن ربنا تبارك وتعالى وعد أنه سيهلك الظالمين ويعذبهم وسيرون والله لا يذب قال تعالى وَسَيَعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ فهذا التخطيط اليهودي أيها الإخوة يعيد نفسه يقول الله تبارك وتعالى بعدما جمع اليهود الأم العربية كلها بني ثمين بني كذا وكذا كلهم جاءوا إلى المدينة وطوقوها من أعليها ومن أسفلها ثم جاءوا في يصبون على المدينة في يعني هجم واحدة وألهم الله رسوله بقياد بشورى وعمرهم شورى بينهم علمنا الله سبحانه وتعالى التشاور مو مثل الآن كل كتيبة لوحدة وكل واحد زعيم لا شاوروا وتعاونوا كلهم سيدنا سلمان الفارسي شار عليهم بالخندق حتى يمنع هذا الفوج العظيم من الكفار فيبيدوا المسلمين فحفروا الخندق وحفر معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل التراب فجاء المشركون كانوا مظنين يومين ثلاثة يطيروا المسلمين مثل ما ظنوا يومين ثلاثة بقتلوا المسلمين في سوريا وخلاص انتهينا ومتخبض الأمور كل ما يقتلوا واحد يطلع بداله أكتر وهكذا إضافي مصر كل ما يقتلوا خمسة سوروا الناس أكتر وعندما يرى الناس أنهم ميتين وميتين في سبيل الله يزدادون إيمانا وقوة هذه لا يفهمها الكفار نعم فهجم المسلمون وظنوا أنهم سيشتاحون المدينة وإذا بهم يفاجأون بخندق عظيم أمامهم لم يستطيعوا الاشتياح قفز أحد الأشخاص على الخندق بفرسه كان فرسه قوية فجأهم المسلمون وقاتلوا وقتلوا وتوقفوا بينهم الخندق ثم جاءهم اليهود من الخلف في معاهدة بينهم بين اليهود أن من جاء إلى المدينة محاربا أن يقف اليهود مع المسلمين ضد عدوهم عندما جاء الأحزاب ماذا فعل اليهود جاءوا إلى المسلمين من الخلف ليقتلوا الصبيان والنساء مثل ما فعل داعش اليوم المسلمون مشغولون بحرب عدوهم وخائفون جاء عندهم 13 ألف يعني قوة شديدة من كل الجزيرة العربية يعني حرب دولية بالنسبة لهم واليهود يأتون من ورائهم عند ذلك التجوا إلى الله وكان بيناتهم رمي وكان كذا استمر الأمر على هذا الشكل إلى أن أنقذهم الله من هذه البلية قال الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا أمر لم يحسبوا له حساب جاء نعيب بن مسعود فرح قال له لليهود اللي يدهدروا وجاءوا بدأوا بالغدر قال لهم هؤلاء المشركون يأتون فإن حصلوا من محمد شيء حصلوا وإن لم يحصلوا رجعوا إلى بلادهم أنتم نقطوا من العهد تستحقون القتل فلا تقاتلوا محمدا حتى تستوسقوا من هؤلاء العرب المشركين قالوا كيف نستوزق قالوا اذهبوا إليهم وقول لهم نقاتل معكم على أن تعطونا رهن أو سفيان فلان فلان يعني القواد حطونا عنا وذهب نعيم إلى المشركين وقال لهم إن هؤلاء اليهود ندموا على قتال محمد وسيكونون مع محمد ضدكم والدليل على ذلك أنهم لن يقاتلوا معكم حتى يأخذوا الأساء منكم ويعطوهم لمحمد حتى يقتلهم بعد قليل جاء الوفد اليهودي قال لهم لا نقاتل معكم حتى تعطونا نرهين أبو سفيان فلان وفلان من قادتهم نظرها للمشركون بعضهم بعد قالوا والله صدقة يأخذوا نقتلوا فقالوا والله لا نقاتل لا نريدكم وكذا آتلوا مع بعضهم شق الصف ثم أرسل الله عليهم ريحا فيها برد شديد ما هو متعود العربي في الجزيرة العربية على البرد وهواء شديد كفأ أنيتهم وخرب خيامهم وكفأ خدورهم حطوا القدر ويطبخوا ويطير فرجعوا وكفى الله المؤمنين قتال لذلك قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا اللي بدمر الله ما بيستطيع أحد ينصره ولذلك يا إخوان نحن في حربنا يتظاهر حتى بعض العرب أو المسلمون بظن حالا مسلمين يتظاهرون أنهم معنا وقال لقى سلحوهم لن نسلحهم وهنا سلحا كذاب لقى سكوت ما بدقى سلحنا لأنه أمريكا ما بترضى سكوت لا تقوى سلحوهم لا تقوى نسلحهم حتى يثبت للعالم أنه فعلا أنه عم سلحونا وهذا الطاغي يقتل الإرهابيين ويثبت أن نحن إرهابيين فإن قال هذا وهو جاهل فتبك مصيبة وإن قال يعلم أن هذا سيسي فالمصيبة أعظم ولذلك أيها الإخوة نحن نعيش حربا دولية مثل ما عاش المسلمون في ذاك الوقت وسموها غزوة الأحزاب تحزبت دول العالم كلها ضد ما واحد ساوي حاله معنا واحد ساوي حاله ضد ما واحد ساوي حاله والله هذا الرقيس سقطت رئاسته سقطت بالكلام ولكن الواقع لازم يجلسوا مع بعض يحل الأمور وما بتنحل الأمور ومضربون بأشياء محرمة وما بتنحل الأمور وكلهم كاذبون كلهم متفقون على حربنا وقتلنا ما هو حرب هذا اسمه قتل من أجل صالح إسرائيل حتى تسعد إسرائيل وتنعم بالأمن فإذا نعمت بالأمن فترة من الزمان ولكن الآتي الشعوب اللي عند البترول ممكن سد عليهم البترول وتحرق ألبون ويموتهم البرد مثل ما موتوا شبابنا وصغارنا وأطفالنا بالبرد والله من ورائهم محيط فلنتق الله أيها اليهود أيها المجرمون الذين يسيرون في فلك اليهود اشتربوا لعنة الله قال الله تعالى أولئك الذين لعنهم الله يعني طردهم من رحمته ومن يلعن الله فلم تجد له نصيرا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاهوت الجبت الأصنام والطاهوت والطهيان ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا يعني يقولون الكفار ومشركين أفضل مؤمنين فالروايات المتعددة دلت على أن اليهود هم الذين كونوا حرب الأحزاب وأيضا وراء الحرب اليوم في القرن العشرين اليهود كل حرب في العالم صارت وراءها اليهود لحظوا يا إخواني أنتم ترون في وسائل الإعلام أن دول اسمهم في كيف إيش اسمهم أوكرانيا عندما ثاروا ماذا فعلوا ماذا رأيتم في وسائل الإعلام جاءوا إلى صنم لينينو ما بعرفين هدول زعماء اليهود اللي زعماء الاشتراكية نزلوا صنمهم هؤلاء سبب الخبس في مناطق الشرقية وهم سبب نشر الحرية المطلقة في العالم الغربي فاليهود وراء كل فساد في الأرض واليهود هم وراء كل حرب في الأرض وصدق الله الذي يقول كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا فهل تصدقون الله الخالق كلام الله هذا الذي تراه أمام عينك أيها الإنسان في العالم كله يدل على أن هذا القرآن من عند الله وهو حق وليس من صنع محمد ويا ويل من لم يطع الحق ولم يتعرف على الحق ولم يعبد الحق خالق الكائنات جل جلاله والحمد لله رب العالمين أفلا يتدبرون مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر